اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحتى في القرآن معانتها فهم سورة النساء اللي جي هي في المرتبة الرابعة في القرآن الكريم سورة النساء معانتها كرم المرأة وعطاها قيمة وكان الحمد لله عنده رب يعرف الغيب انه النساء عندهم معانتها حاجة بش يبدعوها وبش يخلقوها وبش معانتها يعملوا حاجة تكون معانتها كيمة احنا توا هذية في المعرض هذا اللي قتلك ساميتو بين الماضي والحاضر لمجموعة من الفنانيات قبل ساق بين الماضي والحاضر الماضي في المعرض هذية منين يبدأ وإحنا قاعدين نحوصوا بدين نحوصوا وإحنا كأفونجو وهو يبدأ غدوة وليكن بعض الصور اللي بشيروهم إن شاء الله في الأروق غدوة الماضي منين يبدأ من عن أي نساء يتحدث المعرض بداية منين خلينا نبدأ معانتها بالعنوان اللي هو عندي أهمية كبيرة بش نسمي المعرض وإلا معانتها أي معانتها أكسبو عندي أهمية كبيرة في العنوان معانتها نبقى أشهرة جزت بش نسمي معانتها العنوان دونك معانتها قعدنا قعدت نخام من برشا في العنوان التي حبيتوا يكون فيه غموذ نوع من الغموذ وفيه معانتها غموذ غير مباشر دونك إنش تقول حاذر ماذي سيراجا قمر المونير تقول شنو هيدا ما تقولش بش يحكي وعنسي معانتها ديوغ اللي كل معانتها توفن برشا معارض يحكي وعنسي ويصوروا في نسي أحنا عملنا حاجة متميزة فريدة من فريدة من معانتها ما عملو إيش قبل دونك كل فنانة اختارت شخصية تونسية تكتبت في التاريخ مثال انت قطيع ماذي كيمة عليسة اللي هي معانتها بنات وأستة كختاج وكيمة عزيزة عثمانة هذو ما في الماذي هذو ما اللي قادوا عالقين في الذكرى كيمة عزيزة عثمانة هي أميرة تونس وابنة المالك عثمان وزوجة حمود أباشا بنات الأوبيتال اللي تسمى باسمها عزيزة عثمانة وكيمة الكاهنة وكيمة السيدة منوبية ذو ما الكل في الماذي والحاذر أعطيني أسمام الحاذر خب ساعات نقول له توا تظلمونا لا 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 ما نظلموش احنا احنا معانت حكينا عن نساء التونسيات اللي معانتها اللي معانتها أبدعوا ونازلوا ومحليها كتكون شخصية مشيت معانتها رحلت وفي عالم آخر وبقى تاريخها وبقى إبداحها ونضالها والحاذر كيف كيف أنت زادت النجم تكون مناضلة أنت مناضلة ومعانتها مبدعة أنت ما بين النساء اللي حق معانتها يتكرموا أنت اللي فهمتوا أنه المعرض هذي يهم النساء فاعلات خليوا البصمات نتاحهم لهم خليوا أمخانت كبيرة لهم معانتها أبدعوا ممشيوش فكل حاجة الكلاسيكية اللي قاعدوا في البيت يخدموا بركة بل يخرجوا وأبدعوا وحاولوا يعملوا معانتها حاجة تبقى في التاريخ ويتركوا معانتها أمخانت للأجيال القادمة ليقضوا ويحكيوا عليهم طيب إيجاب حذية للكوجين يقولوا للوقت بذي يزرب فينا إيجاب حذية سنة نمشيوش نشوفوا اللمسات الأخيرة متاع ساميرة وفرض وقت تقول لي المعرضة ذي يشكون اللي يشارك كافي لأنه يظهر التأثير